تأييد دولي عارم لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة أظهره بوضوح قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار حصل على دعم 153 دولة تضم الدول العربية والإسلامية إلى جانب غالبية دول المجموعات الإقليمية في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تطور سيعطي زخما إضافيا للتحرك العربي الإسلامي في المنظمة الدولية لدعم وقف النار وتعزيز الدخول المساعدات إلى غزة جهودنا ستتواصل سنقرع أبواب مجلس الأمن من أجل أن يعتمد قرارا يسهل دخول مئات الشاحنات وبطرق سريعة إلى قطاع غزة بطبيعة الحال بعد أن يتوقف إطلاق النار الإنساني كما اعتمدت الجمعية العامة فورا الولايات المتحدة صوتت ضد القرار لكن موقفها كان شبه منعزل إذ لم تصوت إلى جانبها سوى إسرائيل وثماني دول أخرى الجانب الأمريكي فشل أيضا في تمرير تعديل وحيد الجانب يدين أعمال حماس في السابع من أكتوبر كذلك فشلت محاولة أوروبية قدمتها النمسا لإدخال تعديل آخر يحصر المطالبة بإطلاق الرهائن بمن تحتجزهم حماس دون الإشارة إلى الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل هذا القرار نقص في الكثير من الجوانب بما فيها حق إسرائيل في ضمان سلامة مواطنها وتسمية المجموعة الإرهابية المسؤولة عن اختطاف الرهائن الأطفاء الأبرياء والنساء والرجال المحتجزين في غزة لم يختفوا ببساطة أو يظلوا طريقهم بل اعتقلوا من جانب حماس قرار الجمعية العامة طلب وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار وإطلاقا فوريا للرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية والتزام الأطراف التقيد بالقانون الدولي لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين قرار الجمعية العامة شكل بحطة إضافية في مسار طويل من التحركات في المنظمات الدولية خطوته التالية ستتمثل في طرح مشروع قرار مصري في مجلس الأمن الأسبوع الحالي ينص حصرا على دعم إرسال المساعدات إلى قطاع غزة من نيويورك نبيل أبي صعب العربي اشتركوا في القناة